استعرض وزير الداخلية مازن الفرايا خلال اجتماعه مع عضاء المجلس الامني والمجلس التنفيذي وممثلين عن القطاع الشبابي في محافظة الطفيلة استعرض عدة قضايا تتعلق بالاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين ورؤية التحديث الاقتصادي والسياسي علاوة على التحديث عن ابرز القضايا بل الحديث عن ابرز القضايا التي تهم الرأي العام بالمملكة على رأسها قضايا اللاجئين والبطالة وخلال جولتي في المحافظة افتتح الفرايا مركز صيانة الاليات والمركبات الحديثة في محافظة الطفيلة والذي يعد احدى مشاريع برنامج لا مركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وتنفيذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي بكلفة وصلت لثلاثمائة وخمسين الف دينار وضمت الجولة ايضا زيارة اطلع خلالها الفرايا على الانشطة المقدمة في مركز بناء المهارات في مركز شباب الطفيلة عقدت اجتماع مع المجلس الامني والمجلس التنفيذي واكدنا على الضرورة تقديم افضل الخدمات المواطنين وعرضنا للأخوان في مجلس التنفيذي والمجلس الامني الوضع بشكل عام في المملكة والحمد لله المملكة يعني تمر بأوضاع امنية ممتازة واستمرار في تقديم الخدمات وهناك تطوير على خدمات بشكل مستمر وهذا ظهر جليا في محافظة الطفيلة بعد ذلك افتتحنا مركز للصيانة في بلدية الطفيلة وهذا المركز راح يخدم آليات البلديات ليس فقط في الطفيلة ولا في المحافظات الاخرى وايضا هو فرصة استثمارية لبلدية الطفيلة ثم كان هناك اجتماع مع مجموعة من الشباب الحديث حول تحديث المنظوم السياسي واكدت مرة اخرى كما اكدت في المحافظات الاخرى انه لا يجد هناك اي مسائلة امنية وليس هناك اي نية لمسائلة امنية لمنتسبين الاحزاب كما اكد وزير الداخلية مازن الفرايان الاردن دولة جاذبة وتتمتع ببيئة امنة للاستثمار والاقامة حيث جاء هذا الواقع نتيجة للاجراءات الحكومية المتبعة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد والاهتمام بموضوع الاستثمار لافتا الى ان هناك نحو اربعمائة ومستثمرين قد حصلوا على الجنسية الاردنية منذ عام 2018 احنا موضوع اللاجئين بالمملكة الاردنية الهاشمية محسوم مصير اللاجئ هو بلده الاصلي مصير اللاجئين السوريين هو سوريا كما اكد جلال سيدنا بالامس لكن الاردن تتحمل اعباء كثيرة وهي ماضية في تقديم الخدمة للاجئين بالقدر الذي تستطيعون لكن الحقيقة قدرات الاردن ليست بالقدر الكافي للصرف على اللاجئين اولوية الاردن هي مواطنيها وندعو طبعا المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته في دعم اللاجئين خاصة الخدمات الاساسية المقدمة للاجئين موضوع البيئة الاستثمارية هذه الحكومة يعني بذلت جهود كبيرة في تهيئة البيئة الاستثمارية للاجئين وخصة الطفيلة بشكل خاص بعفاءات كثيرة للمنطقة الصناعية والان الامر في عهدة المستثمرين وايضا في عهدة ابناء الطفيلة لتوفير ايضا بيئة جاذبة للمستثمرين وايضا ان يقدموا على العمل المهني وتدريب المهني وان تكون هناك يعني الحفية والجاهزة في حال انشاء المصانع اللي ان شاء الله متوقع وقع اتفاقيات متوقعة لتكون في المدينة الصناعية قريبا ان شاء الله